شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع عدد من عقود مشروعات لإدارة وتشغيل المواني مع شركة مواني أبو ظبي وشهد مدبولي توقيع عقدي إدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لكل من محطة دحرجة رورو ومحطة الركاب والسفن السياحية بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما شهد رئيس الوزراء توقيع العقد النهائي لتشغيل وتسويق وصيانة وإعداد تسليم البنية الفوقية للسفن السياحية لمواني سفاجة والغردقة والشرم الشيخ بين الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر ومجموعة مواني أبو ظبي